صفحة جديدة من كتاب الشهرة 2006-2007 مسلسل باب الحارة اليوم بالعالم العربي بسقول عباس النوري ضغري بيروح لرأس المشاهد شخصية أبو عصام بيزعجك هالأمر؟ لا لا أبداً أبداً ما بيزعجني بالعكس بالنسبة لي أنا يعني الشهرة اللي حصدتها والانتشار اللي صار من أفا شخصية أبو عصام صار مثل باسبور ديبلوماسي بجيبتي وأهم من الديبلوماسي باسبور جماهيري بين الناس على هاد ما بيزعجني بس لكن لازم أنا أشر إشارة من تجربتي كممثلين يعني أنا قدمت شخصيات فيها جهد أكبر بكثير من شخصية أبو عصام شخصية أبو عصام ما دخلت ليش حبوها العالم أنا بسألها هي الأسئلة لنفسي وبحاول إني طول الوقت أبحث عن إجابات لا أستفيد لحتى أعرف شو بدي يقدم في عمال لاحقة يعني أبو عصام ما كان مثل بيقوله يتبوجأ بالشاني ولا كان عنده عكفة شوارب ولا كان عنده شكل من أشكال الزعامات كان إنسان حكيم ويحكي ببساطة وبشبه الناس الحقيقيين فأنا عملته حقيقي عملته بشبه الحياة فيمكن هذا سر تعلق الناس فيه لأبو عصام شفنا مؤخراً شوية انتئادات من إبلك على مسلسل باب الحارة حكي اللي أنا بانتقد فيه عمل سواء كان باب الحارة ولا غيره هذا حقي الطبيعي مثل حق الجمهور أنا بشوف الجمهور يفتقد مثلاً لشخصيات معينة كان يحبك بباب الحارة مو ضروري يا أبو عصام الشخصيات الأخرى اللي علمت ونجحت هذا حق الناس الطالب فيها لكن أنا بالنسبة إلي بحكي رأيي الشخصي أنه العمل يجب أن يحظى باهتمام إنتاجي أعلى بكثير من الشغف اللي كان عند السامة ملا هل الخلافات بينك وبين المنتج محمد قبند هي السبب يلي دفعتك أنك تنتقد العمل؟ لا 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 أبداً أنا أقول رأيي على راس السطح ولا أخجل لأني لا أشتم ولا أهين ولا أقلل من قيمة أحد لكن أقول رأيي فني وأنا حتى لأنباب الحارة ينتج بأجزاء متعددة وحسب تصريح الأستاذ محمد قبند أنه سينتج حتى يخلي العالم بلا شوارب وتحمل سلولير أو موبايل لا يوصل لهذا الزمن يعني هذا حقه الطبيعي كمنتج كمستثمر هاي أفكاره يعني حاول يعمل شيء ترجمة نانسي قنقر